السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أومد واليوم لدينا معاينة لابتوب ريزر الجديد إصدار 2023 للبليد بقياس 14 إنش هذا اللابتوب مع أنه قياسه 14 إنش ولكن فيه معالج رايزن 9 7940 HS الجديد كرت شاشة RTX 4070 موبايل وشاشة كواد HD بلس بتردد 240 هرتز مواصفات جبارة ولكن بسعر كثير كثير خيالي 2400 دولار دعنا نرى إذا هذا اللابتوب استهل سعره أم لا موقع SSD Key بقدم خصومات حقيقية على برامج ألعاب بطاقات شحن وملحقات ألعاب وأهم منتج من هذه المنتجات هو Windows 10 Pro اللي سعره قبل الخصم 17 دولار عشان نحصل على الخصم الخاص بالقناة نكبس Buy Now نحط كود الخصم اللي هو C.A.M وهيك بطلع لنا السعر الجديد اللي هو 15 دولار نعمل Submit Order نختار طريقة الدفع نكبس على Get the Key عشان يطلع لنا مفتاح Windows نكبس Start ونطبع Activate عشان تطلع لنا صفحة تفعيل Windows نكبس Change Product Key أو تغيير مفتاح Windows نحط المفتاح اللي أعطاني الموقع نكبس Activate وهيك بكون تفعيل ونربط باللوحة الأم هاي للأبد رابط المنتج والعروض وكود الخصم موجود في وصفة الفيديو خلينا نبدأ بعلى رقم بمواصفات هذا اللابتوب وهو السعر 2400 دولار سعر مش هين أبداً فيه لابتوبات بنفس المواصفات بتقريباً أقل بـ 400-500 دولار وعلى فكرة اللابتوبات اللي بحكي عنها تقريباً نفس المواصفات 16 جيجا بايت رام DDR5 1 تيرابايت SSD Gen4 مع توصيلات ممتازة وشاشة ممتازة وبالطارية ممتازة وكل هاي الأشياء كيبورد RGB كاميرات ATP اللهم الشاشة تبعتهم مش 240 هرتز ولكن وجب التنويه ولكن زي ما تعودنا ماركات زي ريزر، ROG وأبل بتدفع الناس مصاري زيادة عشان الاسم تبعها والمصنعية والمواصفات الأعلى اللي بتحطها بلابتوباتها بس طبعاً مش دائماً هذا الكلام صحيح لأن اللابتوب زي ما رح تشوفه ما اختلف من ناحية تصميمية كثير عن الأجيار السابقة يعني زي لابتوبات الماكبوك تقريباً نفس التصميم الأسود مع شعار ريزر الجميل حجم صغير وزن مقبول إلى حد ما ومواصفات خرافية جداً مع تبريد كويس وطبعاً مصنعية ممتازة لما نروح للمواصفات لازم نتحدث عن الأشيين اللي مميزوا هذا اللابتوب المعالج وكرت الشاشة أهمهم هو المعالج لأنه معالج رايزن موبايل 7000 أعلى فئة 7940 HS بيأتي بثمان أنوية 16 مسار ولكلوك سبيد تبعت أنه الواحدة بتوصل إلى 5.2 جيجاهرتز مش دائماً طبعاً وباستهلاك طاقة 53 واط ولكن ممكن ينطق 60 واط ببعض الحالات بس شفناها دائماً عند الضغط تقريباً حوالي 40 واط والاشي التالي بالمواصفات هو كرت شاشة RTX 4070 موبايل طبعاً مجرد ما حطينا كلمة موبايل جم كرت الشاشة المواصفات طبعته ستقل مقانطة مع نسخة الديسكتوب بيجعله 8 جيجابايت VRAM ولكن زي ما راح تشوف بالاختبارات كمان شوي أداءه متوقع بهاي الفئة لو نسأل المستخدمي أجهزة الكمبيوتر شو أهم إشي بالنسبة لكو بجهاز الكمبيوتر المعظم راح يجاوب الأداء ولكن بالأجهزة المحمولة فيه إشيين بدخلوا أيضاً على المعادلة غير الأداء صرف الطاقة والحرارة ودائماً فيه علاقة ثلاثية بين هذول الثلاث أشياء وكلما زاد الأداء صرف الطاقة راح يزيد وبالتبعية الحرارة راح تزيد والإشي المثير للاهتمام أنه آخر كم جيل شوفنا تفاهم بين معالجات AMD وكلوت شاشة انفيديا باللابتوبات لأنه معظم معالجات انتل هذا الكلام راح نشوفه بمعاينة لابتوب قادم عليه معالج i7 من جيلة 13 وكل شاشة انفيديا استهلاك الطاقة تبعها والحرارة تبعتها عالية نفس الإشي اللي شفناه على الديسكتوب ما شيء أداء أعلى من معالج راح نشوفه اليوم ولكن ما عليه أي سيطرة من ناحية صرف الطاقة والحرارة فبتلاقي مراوح اللابتوب شغالة على الآخر بهذا اللابتوب وهذا المعالج وهذا الكرت بتلاقي الموضوع مسيطر عليه بشكل أكبر بكثير أداء المعالج ممتاز ولكن الحرارة ما بترتفع لأرقام جنونية فاستهلاك الطاقة زي ما حكيت أوائل الأربعينات ممكن نطلها 60 واط ولكن مش دايماً معظم الأحيان شوفناه بالخمسينات قاعد بحكي عن المعالج وحرارته أعلى إشي وصلت إلى 94 ولكن بحالات معينة ومعظم الوقت تحت الضغط كانت منتصف الثمانينات أو آخر الثمانينات بالألعاب كانت أقل من هيك بشوي خصوصاً لما نروح لكواد HD لأنه الضغط بشفت لكرت الشاشة اللي حرارته ما كانت أعلى من 78 درج هاي القراءات كنا منتمنى نشوفها على لابتوبات انتل جيل 10 وال11 تحسرت ماشي بالجيل 12 وال13 ولكن مش ولابد خلينا نروح نعمل فتح صندوق سريع لللابتوب ونشوفه من الخارج شو مواصفاته والتوصيلات اللي عليه اللابتوب بيجي بتغليف أساسي من فوق باللون الأسود وعليه شعار ريزر من الأسفل ما فيه أي شيء كرتون منشوف كلام لريزر عن السستينابلتي الاستدامة والطبيعة وإعادة التصنيع واللابتوب نفسه بيجي بحافظة بلاستيكية منشيلها كلها بيجي عليها كرتون من وراء أو نسحب اللابتوب من مكانه مش سهل سحبه صراحة حلو تصميم ريزر الأسود اللي عليه لوغو ريزر البضوي ولكن مغناطيس بصمات أسفل اللابتوب فيه عنا كتيبات جاي المغلف ريزر وغير هيك ما فيه شيء هيا نشوف المغلف شو فيه في عنا ملصقات ريزر كتيب وبطاقات ترحيبية زائد كلوث أو قطعة قماش عشان نمسح البصمات اللي على اللابتوب أما اللابتوب نفسه في التصميم تبعه أساسي زي ما حكينا الأسود تبع ريزر قياس 14 إنش عنا شعار ريزر البضوي من الأسفل أيضا جاي باللون الأسود في عنا أرجل مرتفعة ثلاثة واحدة مستمرة وثنتين بالأسفل أماكن المراوح للتهوية زائد سماعات جاي بالمنطقة هاي ولما نفتح اللابتوب هنا طبعا هاي للحماية منشوف تقريبا نفس تصميم الجيل السابق كله جاي باللون الأسود تراكباد هائلة جدا منطقة الكيبورد اللي بتضوي RGB تدعم ريزر كرومة مع الباج تبعة رايزن 9 والTHX Spatial Audio صوت محيطي بهاي الباج عنا مواصفات اللابتوب الرئيسية معالج رايزن 9 7940HS والRTX 4070 لابتوب بيأتي بثمانية جيجاباية GDDR6 والشاشة Quad HD بلس شو يعني بلس؟ يعني قياسها 2560 بألف وستمية وليس 1440 16 على عشرة في عنا خط زيادة عموديا عشان نزيد مساحة الرؤية هاي مفيدة جدا باللابتوبات وترددها 240 هرتز رقم مجنون 240 على لابتوب دعني نجرب نشغله وعلى طول صار داخل على ويندوز الويب كام زي ما انتم شايفين 1080P وبتدعم ويندوز هلو وبيجع عليه ويندوز 11 باي ديفولت دعني أشوف ترجمة الطباعة معانه فيه تراكباد هائلة بس عندي مساحة لأيدي عشان أقدر أريحهم وأطبع Hello this is mud I'm trying the new razor blade 14 2023 الترافل دستنس مش هائلة جدا للكيبورد بس ولكنها كافية والإضاءة لطيفة وواضحة معانه أنا أضاوي الستوديو زي ما انتم شايفين الإضاءة لطبع الكبسات مبينة والتراكباد زي ما حكيت كثير هائلة اللابتوب responsive إجمالا خلينا نشوف هالا الريزولوشن 240 هرتز و Quad HD Plus نعم Quad HD Plus خلينا نشوف 240 هرتز آه responsive مبينه 240 هرتز خلينا نشوف التوصيلات اللابتوب للجهة الخلفية هون ما عندنا ولا إشي ولكن فيه فتحات تهوية جاي هون بسماكة اللابتوب زي ما انتم شايفين الجهة الأمامية أيضا ما فيها إشي غير ضوء إنديكيتر هون من اللابتوب شغال أو بشحن مثلا زائد فرزة نفتح منها غطى اللابتوب على الجهة اليمين في عنا Kensington Lock HDMI Full USB Type A BJ 3.2 Gen 1 و USB 4 USB 4 يأتي بسرعات Thunderbolt ولكن لأن هذا المعالج AMD راحوا مع USB 4 وليس Thunderbolt اللي هو الانتل مرات من لاقي أشياء AMD عليها Thunderbolt ولكن نادر جدا الجهة اليسار فيها مدخل الشاحن USB Type A أيضا USB 4 و Audio Combo Jack يأتي معه شاحن 230 واط حجم ليس كبير جدا قد كفت الإيد و سماكته ليس عالية ولكنه أيضا يزيد وزن على الشنطة زائد وصلة Power و طبعا حزام ريزر المطاطي الموجود دائما وصلة الشاحن بتيجي Braided أو مخيطة وسلك الشاحن السميك نسبيا أو سميك كثير مع وصلة ريزر المعتادة اللي منفضل كل شيء يقلب Type C يا جماعة Type C أفضل الشاحن عليه شعار ريزر وهي كل تفاصيله للعلم لأنه 230 واط جاء معه وصلة Power Desktop و ليس من رفاع تبعات اللابتوب ليجي نتائج الاختبارات وببرامج إنتاج المحتوى كان أداء اللابتوب ممتاز جدا معالج 7940 HS ممتاز جدا صراحة وحش هذا المعالج باستهلاك الطاقة طبعه و الحرارة طبعته أداء مستقر ما في تذبذب كثير بالأداء طبعه يعني ما بطلعه بنزل لا المنحنة البيانية تبع أداءه بطلعه بنزل بنسيابية مش فجأة بطير مش فجأة بنزل وحتى مراوح اللابتوب أي نعم بتوصل صوت عالي إذا حطتوها على Extreme وما في داعي صراحة تحطوها على Extreme خلوها على Quiet أو Balance ما في داعي لأعلى من هيك أداء اللابتوب ما بفرق بجوز 1 أو 2% فقط وبتريحوا أداءكم من الصوت لزيادة فمن معظم برامج إنتاج المحتوى شفنا نتائج متزنة ومتوافقة مع فئة معالج Ryzen 9 لابتوب وكرت شاشة 4070 لابتوب هننسوا سعر ريزر ولكن لهذه المواصفات النتائج كانت ممتازة وعلى فكرة هذا المعالج وهذا الكرت لا بقيد لبعض ومتزنين من ناحية أداء طلعوا على score Time Spy Extreme بتشوفوا أن نتيجة المعالج قريبة جداً من نتيجة كرت الشاشة دائماً كان هناك تقارب بينهم معلاته العنق والزجاجة بين الاثنين قليل نسبي نروح الآن لنتائج الألعاب لأنه بالأول والأخير هذا لابتوب ألعاب نحكي عن ريزر نحكي عن كرت شاشة RTX 4070 نحكي عن شاشة Quad HD 240Hz IPS Level سرعة استجابة عالية نسبياً أي نعم 14 إنش ولكن وضوحها 2560x1600 Quad HD Plus يعني أعرض بشوي من فوق وجربنا كمية من الألعاب على وضوحين 1440p و 1080p لماذا عملنا هذا الكلام؟ لأن نشوف التوازن بين كرت الشاشة والمعالج لأنه بثنين جداد نشوف لما يكون الضغط على المعالج أكثر كيف يكون الأداء على 1080p ونشوف لما يكون الضغط على كرت الشاشة أكثر كيف يكون الأداء على 1440p والنتائج كانت كالتالي جربنا كل الألعاب على أعلى وضوح على ألترا إذا فيه تقنيات شغلناها Ray Tracing شغلناها DLSS شغلناها و FSA شغلناها ولاحظوا أن النتائج تقريباً نفس الإشي بكل الألعاب على 1080p لفريمات دائماً فوق المية حتى بألعاب لتريفل A باستثناء لعب لعبتين متطلبين كتير ولكن دائماً 110, 120, 130 فريم بالتاني المعدل أما على Quad HD Plus على ألترا الفريمات بتنزل ولكن تقريباً من 70% إلى 80% مرات 90% من أداء 1080p ممكن تنزل لـ 50%, 55%, 60% ببعض اللعب المتطلب كتير بالراسترايزيشن لأنه اللعب المتطلب بالراسترايزيشن الوضوح إزاي تتبعها بيكون ضغطه على كرت الشاشة أكثر هذه المراحضة متكررة بكروت اللابتوب الأداء الأساسي أو الرول باور لكروت الـ RTX 4000 في استثناء الـ RTX 4080-4090 ديسكتوب قفزتها ليس كبيرة جداً من الجيل السابق انفيديا كثيراً معتملين على التقنيات طبعتهم ريت ريسينج، DLSS، التنسر كورز والـ RT كورز والذكاء الإصطناعي بكل هذه الأشياء فهذا الحكي بنعكس على بعض الألعاب المتطلبة مثل بوردر لانستري مثلاً لما أحكي متطلبة متطلبة بالراسترايزيشن ولكن بمعظم الألعاب من لاحظ أن الدروب بالأداء من 1080P إلى 1440P ليس كبير جداً فأنا بنصح أن تلعبوا على 1440P تقللوا الإعدادات قليلاً لـ High مثلاً ريت ريسينج لا يوجد داعي تضيفه على Ultra ممكن تقللوه حتى ممكن تطفوه أصلاً وتلعبوا بفريمات عالية جداً وتستغلوا الشاشة الخرافية على هذا اللابتوب ماشي Quad HD Plus 240 هرت أفضل كل على مواصفات زي هيك معناها مواصفات خرافية ولكن ألعاب متطلبة ولكن تلعبوا إي سبورتس اللابتوب جداً جداً مناسب فما رح تخسروا كثيراً بالأداء تكسبوا وضوح Quad HD Plus أنا مع مية بالمية أن اللابتوبات بهاية الفئة تكون وضوح الشاشة تبعها Quad HD أو 1440P أو 2K Quad HD Plus أيضاً ممتاز مش 4K ولا 2ATP لأن 2ATP قليل نسبياً 4K أفضل كل اللابتوبات ما رح تشغله ولكن 1440P هو سويت سبوت لقطة التوازن ما بين الوضوحين الاثنين والأداء وتلعبوا بالتكسترز بالوضوحات لغاية ما تحصل أداء البتكوية فإذا بنحكي عن خلاصة تجربتنا مع هذا اللابتوب أداءه جداً جداً خرافي من ناحية معالج وكرت شاشة الشاشة 240H Quad HD Plus ممتازة جداً كيبورد RGB خرافية جداً للتراكبات جداً ممتاز التجربة تبعتها الكاميرا 1080P والويندوز هلو ممتازين أيضاً من ناحية التصميم اللابتوب جداً جداً جميل جاي بايسيك وأساسي شعار ريزر إضاءة طبعته ممتازة كثير التبريد تبع اللابتوب جداً ممتاز صوت المراوح زي ما حكيت على Balanced أو Quiet مسموع طبعاً لما تكون أنت شغال وعمل ضغط على اللابتوب ولكن مش مؤذي كثير مصنعية اللابتوب CNC الألمنيوم خرافية جداً توصيلات اللي عليها رهيبة لدينا 2 USB 4 Type-C لدينا 2 USB A 3.2 لدينا Audio Combo Jack لدينا Full HDMI Port فتحات تهوي ممتازة سماعات يعني من المتوسط للممتاز صراحة مش ممتازة كثير كان ممكن تصير أفضل تدعم THX Spatial Audio الكاميرا فيها شتر أو تفتح وتسكر بالإيد هاي شغلة كويسة جداً عشان الخصوصية ولكن للأسف الشديد زي دائماً زي كل سنة لابتوبات ريزر مغناطيس للبصمات ليش؟ بإمكانكم نفس اللابتوب تعملوه مش مسقول تعملوه شوي خشن خلاص بصير جداً أفضل مش عارف ليش ريزر مصممين على هاي الماتينة من فوق ومن تحت من بره ومن جوه مغناطيس بصمات لأ وحاطي للك كلوث عشان تقعد تمسح والله هاي البصمات مؤدي جداً للموضوع صراحة يعني لابتوب بريميم انت مطلعه بدك تورجيه باجتماع وتروح تلعب فيه وتتفشخر دافع عليه 2400 دينار وتحكي عليك 500 دينار زيادة بدك تورجي شوي إن اللابتوب ممتاز ولكن لما تشوف إنه مطبع عليه بصمات راحة الفكرة بحسب المواصفات هاي لازم الرماد تكون 32 جيجا بايت وليس 16 جيجا بايت هذا اللابتوب أبغريدابل لـ 64 جيجا بايت DDR5 هذا الحكي راح أعمل وشاء الله فيديو خاص عن ترفيعة اللابتوبات زائد أرفع الـ SSD اللي عليه فلا تنسوا تكونوا مشتركين عشان تشوفوا هاي الحلقة إن شاء الله بالنسبة لعمر البطارية لما يكون الريزر بلايد مش على الشاحن ما بقعد أكثر من 18 ساعات باستخدام بسيط كل شيء يكون بالنسبة يعني البرايتنس مش عالي كتير ولكن إذا تلعب ألعاب ما رح تكمل الساعة ونص صراحة البطارية وأصلاً ما بنصح إنه تلعب وألعاب على البطارية ولكن احتمال تضطروا تعملوا هذا الكلام من ناحية الوزن على المواصفات اللي على هذا اللابتوب وزنه كيلو 840 جرام الوزن مش عالي ولكنه مش منخفض أيضاً صراحة ما يلا العالي شوي لإني طالع أنا من تجربة زينبوك تبعة إيسوس اللي وزنه كيلو وما معه شاحن أو شاحنه صغير جداً شاحن تليفون ولكن هذا اللابتوب جاي تقريباً 2 كيلو معنه 14 إنش رفيع أي نعم بس الشاحن تبعه أيضاً وزن فالشنت تعتبر ثقيل نسبياً مقارنة مع شنتة الزينبوك شتان ما بين مواصفات اللابتوب بين الاثنين ولكن أنا قاعد بحكي عن تجربة شخصية في ناس بفضلوا اللابتوبات الأخف جماعة البزنس أهذا اللابتوب مش إلكو أما برضو اللي بدو يلعب ويشتغل لا اللابتوب مناسب جداً بسعب أي شنت لون 14 إنش وإذا أنت مش رايح لتجربة لابتوب زي خفيفة قبلها بشوي ما رح تحس بوزن هذا اللابتوب بصفة بالآخر موضوع السعر صراحة مبالغ فيه جداً هذا اللابتوب سعر ومش لازم يطلع عن 2000 دولار 2400 مبالغ فيه حتى على لابتوب ريزن بس إذا سألتوني ما أكثر شيء عجبك بهذا اللابتوب هو معالج ريزن 7940 HS الذي أداءه جداً جداً ممتاز وفيه توازن كثير كويس ما بين صرف الطاقة والحرارة وبالتبعية الأداء نحكونا شرايكو أنتو بالتعليقات بالنهاية شكراً لكم على المتابعة إن شاء الله نعرفكم هذا الفيديو نعرفكم على المتابعة لا تنسوا شتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لكي توصلكوا أي فيديوها جديدة مننا إذا لديكم أسئل لمراحظات أو اقتراحات قطوها بالتعليقات ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم تحيي كبير جداً من داركم مني أنا رمض السلام